قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إن بلاده تريد أن تكون شريكة قريبة من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار سياسة الاحترام المتبادل وقد وقعت إيران والإمارات خلال زيارة ضريف إلى أبو ظبي على ثماني اتفاقيات لتطوير التعاون المشترك قال وزير الخارجية الإماراتية شيخ عبدالله بن زايد الانهيان أن العلاقات بين بلاده وإيران هي علاقات قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن والسقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إلى أبو ظبي لترأس الوفد الإيراني في اجتماعات اللجنة السياسية العليا بين البلدين والتي استمرت ليومين وانتهت بالتوقيع على ثماني اتفاقات تعاون بين البلدين في خطوة غير مسبوقة لتعزيز العلاقات وأكد وزير الخارجية الإماراتي في تصريحاته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لدولة الإمارات ولا يقتصر الأمر على تجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب رغم أهميتها بل يعود إلى روابط ثقافية وحصارية مشتركة تظهر آثرها وأضف أن دولة الإمارات تنظر بالكثير من الإيجابية إلى التوجه العام للرئيس روحاني في مقاربته لعلاقة إيران بمجلس التعاون لدول الخليج وترى أن هناك فرصة سانحة لتعزيز العلاقات التاريخية وإزالة الشوائب والاختلافات التي تعتريها من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الجمهورية الإسلامية تعير اهتماما بالغا لتطوير التعاون مع الإمارات العربية المتحدة وقال ظريف إن أرضية تطوير العلاقات بين طهران وأبو ظبي مناسبة للغاية وإن التطورات الحالية توفر الأرضية لمزيد من التعاون بين البلدين وأعرب ظريف عن ارتياحه للمحادثات والاتفاقيات التي تم توصل إليها خلال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين إيران والإمارات وقال إنه خلال المحادثات تم التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات لأن الحكومة الإيرانية تؤكد على ضرورة إقامة تعاون واسع بين إيران والإمارات في منطقة الخليج لأن المنطقة تعاني من التطرف والتفرقة الطائفية والإرهاب ومن مصلحة الجميع التصدي لذلك وشهدت العلاقات الإيرانية الإماراتية تطورا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأخيرة وقد أدرى وزير الخارجية الإماراتية شيخ عبدالله بن زايد الانهيان أيضا زيارة مماثلة إلى الجمهورية الإسلامية قبل أشهر ترجمة نانسي قنقر